وفيه لزوم الأدب مع أهل الفضل وحسن الإنكار قال الشافعي رحمه الله من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه ومن وعظه جهراً فقد فضحه وشانه يعني هنا الآن حقيقة فائدة لطيفة في النصح بعض النصح يسبب إشكال داخل المساجد وحياناً تسمعون أصوات ترتفع بين أناس بسبب نصح فات الناصح أن يكون لطيفاً مع المنصوح فيترتفع الأصوات ويحصل خصومات ما ينبغي أن تكون في بيوت الله ولهذا الشافعي رحمه الله قال من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه فقد نصحه وزانه ومن وعظه جهراً فقد فضحه وشانه فقد فضحه وشانه الآن مثلاً صليت المغرب والذي بجنبك قام يصلي فرفعت صوتك عليه ما في الصلاة هذا ما هو وقت صلاة وترفع صوتك هذا الآن ما يتقبل وربما يحصل منه ملاسنه ومشاده ورفع أصوات عمعاوية رضي الله عنه لما لاحظ على السائب ما كلمه في المسجد ولا كلمه في موضع وإنما طلباً يأتيه ولما وصل بينه وبينه أخبره بهذه الفائدة هذا من اللطف والمنهج الجميل في طريقة النصح ترجمة نانسي قنقر